ماذا تعرف عن أعراس المتعة في إيران؟ في الحقيقة المجتمعات الإسلامية تنقسم لها كسمين مجتمعات محافظة جدا جدا ومجتمعات منفتحة وخاصة في الغرب المجتمعات الإسلامية أو المسلمون الذين يعيشون في الغرب منفتحون والبنات والشباب يدرسون في الثانويات أو في الجامعات ويلتقون ويذهبون ويختارون أزواجهم الشباب والبنات بدون وصاية من الأهل وبدون تدخل من عدهم صحيح يعني يكسبون رضاهم أو بالاتفاق معهم ولكن يرفضون كالمجتمعات الغربية عموما الزواج فيها هكذا يعني الشاب هو الذي يختار البنت والبنت هي التي تختار الشاب وتتعرف عليها ويخرجون مع بعض ومثلا يذهبون لمطاعم أو يتعرفون إلى أن يقرروا الزواج والمجتمعات غير الإسلامية حتى مثلا يعيشون مع بعض قبل الزواج سنوات إلى أن يقرروا الزواج مثلا ولكن في المجتمعات الإسلامية هذا شيء مو مسموح به حرام ميجوز وبعض المجتمعات المنغلقة في الحقيقة لا أسمي أسمع بعض الدول ولكن الزواج يعني الزواج يتم عبر الأهل سواء للولد أو البنت يختارون له زوجة ولا يرى زوجته إلا يوم الزفاف أو ليلة الزفاف فيتفاجئون في الحقيقة وهذا سبب من أسباب الطلاق كثيرا ما يحدث في هذه المجتمعات أن الرجل لا يعرف المرأة أبدا والمرأة لا تعرف هذا الرجل لا تعرف ثقافته ولا عقله ولا دينه ولا يعني طبيعة أخلاقه فيحاولون أن يتوائموا مع بعض ولكن ممكن بعد شهر أو أقل أو أكثر وحتى يمكن فترة الخطوبة التي تحت العقد يعني يتطلقون لأنه يتفاجئون بعضهم ببعض هذه مشكلة في المجتمعات المحافظة وفي إيران طبعا هناك أيضا نفس الشيء في مجتمعات منفتحة تسمح بتقابل الشاب مع البنت والتعارف ما بينهم أو الحديث أو السؤال والنقاش قبل الدخول قبل التدخل ولكن بعض المجتمعات المحافظة أيضا يعني تتحفظ أن يخرج تخرج الفتاة مع الشاب يتطعون بره يسولفون يحكون كذا يمكن يصير بيناتهم مسائل غير محبذة مثلا فهناك حل موجود في إيران ويطبقه كثير من الناس في إيران في الحقيقة من الشيعة أنا أقصد أنه العقد المؤقت قبيل الزواج يعني الأب والأم والولي يرضون بالزواج وأمام الناس يعقدون حفلة ويجيبون شيخ البيئة ويرقصون وغنون ويحتفلون بهذا الزواج بالعقد يعني أولا ولكن يضعون مدة للعقد لمدة مثلا ستة شهر لمدة سنة حتى يتم التعارف بين الأثنين واحد يتعرف على الآخر وإذا واحد ما أعجب العقد رح ينتهي بعد فترة وكل واحد يتبقى إلى طريقه إلى سبيله فهنا الزواج المؤقت لا في غش ولا في ضحك ولا في سرية ولا في مخالفة لولي الأمر لا تحت إشراف العائلة وكلها مو فقط ولي الأمر ويعملون حفلة ويعلنون هذا الشيء وكأنهم هؤلاء متزوجين يطلعون يرحون يجون يسافرون ولكن لا يقترب بعضهم من بعض أقترب الزوج وزوجة يعني ولكن من أجل التعارف ويمكن شفتوا بعض الفيديوهات انتشرت أنه حفلة مسوين وده يزوجون زواج مؤقت هو مو يعني زواج دائم هكذا يردون بس مقدمة للزواج الدائم حتى يحلوا هذه المشكلة مشكلة التعارف بين الزوجين اللي بعض المجتمعات يتفاجئون فيها بهاي المشكلة وما يتفكون وبعدين يطلقون فلماذا يحدث هكذا فمقترحين هذا الحل طبعا في مجتمعات أخرى من الشيعة في الهند أنا سمعت أنا لما ذهب إلى الهند ولكن سمعت أنه بعض القرى أو المجتمعات الشيعية يزوجون زواج عادي لمدة 99 سنة 99 سنة زواج مؤقت كل زيجاتهم زيجات مؤقتة وهم هكذا مرتقين يعني أنه يزوجون طبعا نفس شروط الزواج العادي موجودة في أدهم ولي والقبول والمهار والإشهار والإشهاد وكل شي موجود بس يحددون لمدة معينة أنا مدة مثلا خمسين سنة مدة 99 سنة إذا صار مئة سنة يصير زواج داعم بعد هذا حسب القانون الدولي فما هو الإشكال في هكذا نوع من الزواج الزواج من أجل تعارف من أجل الزواج المؤقت من أجل تعارف وفي كل الشروط موجودة هل هذا حرام مثلا شرعا عقلا أو لا مثلا هذا شيء أيضا ضرورة لبعض المجتمعات المنغلقة أو المحافظة جدا حتى يحلون هذه المشكلة والآن تسمعون أنتو كثيرا ما أنه نسبة الطلاق مرتفعة بسبب هذا الزواج الفجائي اللي واحد يتعرف على زوجته أو زوجة تعرف على زوجة فقط في ليلة الدخلة وبعدين يسرأدوا مشاكل كثيرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته